السلام عليكم طلاب الصفة التاسع يعطيكم العافية يسعد اوقاتكم ان شاء الله بنيوم احنا نبلش مع مراجعة لامتحان نهائي ان شاء الله الان هاي الفقرات الموجودة عندي هون او الموجودة بالصفحات هون مطلوب معنى مطلوب معنى انه نوقد الموديول وان وثري مع الريفجين هذا بيكون هو بداية الفصل الاول موديول وان موديول تو موديول ثري ومعنى الريفجين الان في عندي بعض الفقرات اللي احنا لازم ندرسها بشكل او درسناها قبل واحنا لازم ندرسها بالشكل الصحيح حتى نقدر نفهم شو طبيعة الاسئلة الاختبار النهائي اللي بتيجي عليها مثلا في عندي هاي كلها الفقرات الموجودة معنا التكست في الموديولز ايش موديول اه الموديول نمبر وان حكينا عنه ومعظم الاسئلة امتحان الشهر الاول يجت عن الموديول نمبر وان الموديول نمبر تو وكمان هاي كانت باختبار الشهر التاني ومعظم هم اخدوها اخدوا منهم فقرات في امتحان الشهر الثالث مثل Workplace Ethics امتحان شهر ثالث الان احنا بالوحدة اللي ثري بموديول ثري وي الكمبيوتر زرور دا وورد هاي التكست الموجود هون هو كان يركزوا عليه بالنهائي ليش لانه بيحكي لنا انه احنا امتحان الشهر الاول ركزنا عليه هون امتحان الشهر الثاني هون الان نهائي راح نركز عليه هون الفقرة بتحكي عن ولكمبيوتر زرور دا وورد هاي راح نحكي عنها شوي وبتتحدث عن 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 زمن المستقبل الان في عندي فانكشنز بعد الفانكشنز مثل ميكينج بريديكشنز ننبتو بجمل عن البريديكشنز بنستخدام ولكمبيوتر زرور دا ودسكسينج حتى نحكي عن البريديكشنز شوي كومبيرين كونسانس في فيوتر بلانز ان البريديكشنز حتى مقارنة الزمن الزمن المستقبل ب التوقعات والتخطيط اللي هي واللو قوينج تو تمام الان الجرامر بالنسبة للجرامر الوحدة الاولى احنا عارفين الروزين بيدخل معنا الباس سيمبل والباس كونتينيواز والفيوتشر سيمبل وهاف تو دونت هاف تو كان وكانت هذو المهمين كمان مطلوب منا هذا يعني احنا لما ندرس بدنا ندرس كل شيء في الفصل الاول في مادة الفصل الاول خلينا نقول بالوحدة التانية عن المقارنة والتفضيل كمان مطلوب منا والبي قوينج تو اللي هي الفيوتر بلاننج والبريديكشنز مثل قوينج تو بي قوينج تو والول الان الريفجين دايما الوحدة الاولى ما يجيب لي بدي يعطيني بعض الازمنة واحنا نراجحها اما الوحدة التانية والتالتة فبتكون اسهل اول فقرة كانت معنا اللي هي الفيرست امبريشنز بداية احنا اول شيء لازم نعرفه انه في عندي اشي اسمه والفوكابيولاري 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 تيجي على عدة على عدة اسئلة كيف بيجي على المفردات المفردات هي بتكون الكلمات الموجودة بكل فقرة عادة بيكون موجودين في مربع بني او اسور هذه المفردات لازم احنا نحفظهم نحفظهم تمام ونعرف نكتبهم نحفظ معناهم طبعا معنى عربي معناهم بالعربي معناهم بالعربي معناهم انجليزي 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 واعرف اكتبهم هذولا موجودات في الكلوسري بنهاية الكتاب وكلكم بتعرفو حسب الاستاذ او النس كيف بدهم تحفظواهم اه تحفظوهم انجليزي انجليزي او عربي او تعرف تكتبوهم حسب ما بده الاستاذ وفيه كمان كم كلمة بده فيه ناس بحكي لا انا احفظ لي خلص خمستاشر كلمة وبس عشر كلمات وبس صفحة واحدة وبس فيه ناس بطلوبوا لا كل الكلمات مطلوبة منكم في اختبار النهائي وكلهم دخلين بالامتحان فالمفردات هدول جدا مهمين زي ايش المفردات عن ايش انا بحكي مثل هاي المفردات الكلمات هاي مثلا كلمة معظم هاي الكلمات كلها بدها حفظ هدول الكلمات كلهم لازم اكون بعرف اكتبهم ليش لسبب واحد انه ممكن انه يجب لنا اول شيء سؤال اسمه استخرج من النص يعني بدنا نستخرج من النص ممكن يحكي لي استخرج من النص كلمة معناها كذا كذا بدك تحكي له والله معناها مثلا كلمة كذا كذا بدك تحكي له كلمة معناها فانت دك تعرف انه كلمة معناتها استخرج او 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 مثلا سؤال بصيغة تانية جد لما يحكي التي تعني التي تعني ذات مين وبكتب مثلا والله تعني مثلا طبعا من وين انا بكتبها بكون بعرف معناها انجليز او جايب معناها الانجليز انجليزي من الجلوسري زي ما اتفقنا من الجلوسري طيب ذات مين كذا 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 انت من وين تجيبها من النص الكريم فانت بتكون بتعرفها حفظها وجاهز فبكون الجواب عندي جاهز هاي صيغة سؤال كثير بتتكرر لطلاب الصف التاسع لازم يستخدم هاي المهارة كيف يعرف يستخدم المفردات من النص ويكتبها بهذا السؤال تمام الان في عندي شغلة تانية اللي هي الشغلة الاهم الشغلة الاهم اللي هي في عندي اشي اسمه parts of speech parts of speech parts of speech في عندنا انواع الكلام في اشي اسمه noun تمام؟ في اشي اسمه adjective تمام؟ في اشي adverb وفي اشي verb وفي مرات بيطلبوا الاشي الاسمه preposition الان هاي الكلمات انا ليش كتبتها تعمت كتبتها لانه كثير بيتكرر استخرج من النص اسم استخرج من النص صفة استخرج من النص ظرف هنا صفة هنا اسم استخرج من النص فعل او حروف جر او حرف جر هون انت بدك يتعامل مع الشغلة منطقيا اول شيء كيف يعني منطقيا احنا بنعرف انه الصفة تسبق الاسم مثال كيف يعني الصفة تسبق الاسم بنقول السيارة بالعربي بنقول السيارة جميلة هذا بالعربي تمام؟ الان لو بدي احكي السيارة هي اسم وجميلة هي الصفة لكن انا ما بدي احولها لانجلس شو بحكي car beautiful ولا beautiful car بقول beautiful beautiful car ما بحكي car beautiful فمشان هيك احنا بتكون الصفة قبل الاسم الصفة بالاول وبعدها الاسم تمام؟ الان مثلا حكياني استخرج من النص صفة طبعا احنا معظم الفقرات اللي عندنا موجودة سواء كانت في مثلا الwork place ethics زي مثلا خالد صلاح فقرت خالد صلاح او science fiction او مثلا نحكي science fiction في عندنا ال first impression كلها هاي صفات مليانة صفات فالصفات عادة بتكون قبل الاسم بدنا نحاول انه يعني نركز على هذا الشيء تمام؟ اوكي نجي على مين الصفة الصفة والاسم زي ما حكينا ممكن اسم شخص اسم شخص اللي هو بنسميه اسم علم اسم شخص اسم حيوان اسم جماد اسم اشخاص اسم مكان هذا كله بنحكي عنه no اما الصفة الصفة في اله مقاطع معينة يعني مثلا بتنتهي مثلا او famous مثلا مثلا في مقاطع معينة زي هنا مثلا مثلا عادي كل الكلمات هاي بنسميها صفات الان الاسم بيكون ما بعد الصفة الاسم بيكون بعد الصفة هون انه بيبدأ استخرج باستخرج بالطريقة هاي طيب الان خلينا بس امسح هذا الحكة اللي هون حتى نقدر نحكي عن عن الظرف الظرف اي كلمة تنتهي باي كيف يعني تنتهي باي زي ما نقول كوتلي انتهت بالواي زي ما نقول ساكسسفولي اوكي الواي سلولي انتهت بالواي اي شيء ينتهي بالواي من هذه الكلمات بدنا نحكي عنه ظرف طيب انه بستخرج الظرف من النص بسهولة الفعل الفعل اما بيكون حسب شو بده ممكن يكون الفعل ممكن يقول لي مثلا بدي اي شيء الريجولر 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 بدي اعرف انه اي فعل بينتهي باي دي ويدول على الماضي حسا قال لي بدي والله فعل ماشي بس بدي اياه الريجولر قال لي بدي اياه الريجولر على السريع بعرف انه غير منتضم فمثلا بقول صح وينت تمام هنا مثلا بدي والله لقيت كلمة هيكلها افعال لقيت اه مثلا كانت الفقرة بتحكي عن سيلس فكشن مثلا ويل ويل بلان هاف او هاز هاف بليد كلها هاي افعال حسب الزمن اللي بدك انت شوف النص اختار الزمن الموجود فيه وعلى السريع حط الفعل بخانة الاستخراج حروف الجر كثيرة مثلا كلمة كلمات كثيرة كل هاي كلمات اسم فهيك انا بقدر استخرج اما الاسم زي ما حكينا اسم شخص اسم مكان اسم جماعة اسم زمان هي كلها منستخدم لهمrh المجدين اي اسم وهيكون قبل الاسم الصفة قبل الاسم الصفة وزي ما حكينا معظم الكلمات تنتهي بال اوئيوا اس او او الف ي ال او ا اي بي ال اي بي ال ا او اي ال اواي بي ال اي ال ال الآن إحنا لما بدنا نيجي على ورقة الامتحان ورقة الامتحان هي عبارة عن مثلا نحكي هنا ورقة الامتحان نفترض أن ورقة الامتحان أربع صفحات فيها أربع مهارات أول مهارة بتكون مهارة الريدينج إنه لازم يجيب لي نص النص هذا بدي يكون عليه سؤال سؤالين ثلاث أربعة مثلا خمسة أسئلة نص الريدين الآن النص هون بدي يكون عليه سؤال أول مثلا سؤال على النص عادي بيبلش يعني ماذا وير هاو كيف واي وهذا كله بيكون موجود وين موجود جوابه بالفقرة سؤال أول والتاني نفس الشيء السؤال الثالث بيبلش لا يصعب لي الأسئلة شوي استخرج هنا أكتب رأيك مثلا السؤال الأخير أكتب رأيك أكتب رأيك شو رأيك في يعني صار بأخذ رأيك بإشي السؤال الرابع مثلا ممكن يحكي لك عدد من النص تمام مثلا بيصير يحكي لي في سؤال كثير مهم بيظلوا يتكرر الضمير اللي موجود في الفقرة يعود على إيش يعني الضمير اللي تحته خط يعود على إيش هاي كلها في صفحة الفقرة الآن لو نجي بعدها لا إشي اسمه فوكابيولاري الفوكابيولاري شو يعني؟ يعني طبعا من ضمن الريدين راح يكملي راح يكملي أسئلة على الفقرة راح يجيب لي كلمات مثلا كلمات ويقول لي أملأ الفرق وضع الكلمة المناسبة هون في ناس بيجيبوا توصيل بدي إياك توصل تمام؟ توصيل كلمات معاني انجليز انجليزي توصيل جمل توصيل كذا المهم بدي إياك تتعامل مع الكلمات الموجودة بالإجلوسري أو الكلمات الموجودة بالكتاب بدي إياك تتعامل معهم تعرف معناهم تعرف تستخدمهم في جملة تعرف تحطهم بالمكان المناسب هاي الكلمات بنسميها فوكابيولاري طبعا زي ما حكينا هون إملا الفراب أو توصيل هسا في سؤال ثالث اللي هو ممكن يجيب لك كثير بكتابنا موجود هذا التمرين يعني ممكن يقول لك كلمة ناقص حرف كلمة ناقص حرف يعني مثلا بيجيب لك كلمة ريال وهذا احتمال مستبعد ممكن يجيب على دائرة الأستاذ على المفردات بحيث تعرف كيف تستخدمهم فالمفردات بكون عليهم يا سؤالين يا ثلاث فكثير مهمين هذا كله ضمن الريدينج والفوكابيولاري الآن بنيجي على صفحة الإقرامر الأستاذ بتنوع بأسئلة الإقرامر احنا عندنا أسئلة كثير في الإقرامر ممكن يجيب لنا سؤال حول الجملة من مثبت من مثبت إلى نفي إذا جاب لي حول من مثبت إلى نفي أول شيء بدي أعرف شو زمن الجملة هل هي بدي أعرف شو زمن الجملة حتى أقدر طبعا كل القواعد شرحناهم وارجع للدروس اللي أخدناهم سواء كان كمان أخدنا مطلوب بنا وكمان عندي الأفعال التانية اللي هي كثير مهمين وفيه كمان أهم شيء ممكن يجيب لي مش حول الجملة ممكن يجيب لي صحح الفعل صحح الفعل اللي هو مثلا بجيب لك جملة هون ويجيب لك الفعل بين قوسين مثلا كيف بدك تعرف تحله هون حسب النظام اللي استخدرناه في حل الأزمني كلها سواء كان لقيت كلمة دالة أو حسب معنى الجملة بدك تصحح الفعل بين قوسين وتزبطه وين بالجملة هاي كلمات الايش اللي بتيجي بين قوسين طيب صحح الفعل حول الجملة من مثبت كمان ممكن من مثبت إلى نفي أو سؤال مش شرط نفي ممكن كمان سؤال حول الجملة لسؤال من مثبت لسؤال أو صحح الفعل بين قوسين أكثر سؤال شائع لهو صحح الفعل هذا أكثر سؤال شائع لهو صحح الفعل فإحنا لازم نعرف نتعامل مع كل جملة موجودة معنا هون طيب شو كمان ممكن يجيب لنا عن الكمبراتف والسبيرلاتف الكمبراتف والسبيرلاتف لازم أنت تكون حريص جداً أنك تعرف تكتب جملة عنه الكمبراتف والسبيرلاتف اللي هو المقارنة والتفضيل لازم أعرف أكتب جملة عنه متى أستخدم متى أستخدم المور مع ذا ممكن أستخدم ممكن أستخدم كلمة فهذه الكلمات كلها بدي أعرف كيف حلها صحيح وكمان شرحناها بالبطاقة قبل التفصيل كيف بدك تستخدم الكمبراتف والسبيرلاتف في سؤال مهم جداً ممكن يجي على اللي هو صحيح الخطأ مش صحيح الفعل صحيح الخطأ صحيح الخطأ كيف يعني يعني بيجيب لنا جملة وبحكي لي وين الخطأ فيها يلا صحيحها يعني مثلاً بدل ما يحط لي مور بحط لي ذا إي أس دي ويقول لي يلا صحيح الخطأ خلينا ناخد جملة مثلاً سريعة باجي بحكي علي مور تولر باجي بحكي هاي علي الطرف الأول هاي عمر إذن دان صحيحة إز صحيحة وعندي مور تولر مور تولر هاي هاي صفة قصيرة صفة قصيرة تولر فالتولر هنا مدبئنها صفة قصيرة ما بقدر أحط لها مور فبشطب كلمة مور أنا هيك صحيحة الخطأ في الجملة تمام فصحيح الخطأ سؤال مهم في القواعد وبيجينا بكثرة نيجي على السؤال الأخير اللي هو رايتنج كتابة مرات معظم المعلمين بيضيفوا سؤال من القواعد بيحطوه بالرايتنج ليش بدو إياك تكتب فأنت هنا ممكن سؤال صحيح الخطأ يكون هون كيف ممكن يجيب لي فقرة صحيح خطأها أفعال أفعال فيها خطأ بس الأكثر كمان شو يوعان اللي هي لما يجيب لي صحيح الأخطاء الإملائية ممكن يجيب لي بيجيب لي فقرة وبيحكي لي يلا صحيح لي الأخطاء الإملائية اللي فيها capital letter follow stop اللي هي الفاصلة النقطة أعلامة السؤال وهكذا أما الشيء الأخير في الرايتنج في الكتابة ممكن يقول لي أكتب تعبير وهذا متفق عليه بين المعلمين والطلاب أكتب تعبير بحط لك الأستاذ موضوع أو موضوعين وبيقول لك يلا أكتب لي بعطيك مجال وبيقول لك أكتب لي عنه هذا هيك طريقة امتحان ورقة الامتحان لما تستلمها يعني لا تروع على الامتحان وانت مش متوقع واحدة من هدول كلهم لازم يجوا لأنه إحنا طبيعة المعلمين أو المدرسين لما بدي يعمل امتحان بدي حط ثلاث مهارات هدول أما المهارة الرابعة اللي هي الاستماع listening انت بتاخذ الاستماع قبل الامتحان النهاي بتاخده بيوم تاني فبضل عندي ثلاث مهارات اللي هي reading الريدينج زي ما اتفقنا فقروا عليها اسئلة الممكن يجي عليها عدة اسئلة زي ما حكيت والقرامر حكينا كيف تفاصيل اسئلة وهي طريقة صياغة اسئلة الكتاب فانت هذا كثير مهم تفهمه عشان تعرف كيف وانت بتدرس كيف ممكن الاستاذ يصيغ لك السؤال كثير مهم تعرف كيف الاستاذ يصيغ السؤال هيبعيدها كمان مرة لان وانت بتدرس بامكانك انك وانت بتدرس تحاول تسأل نفسك اسئلة وانت بتدرس على المادة سواء كانت فقرة او قواعد او كتاب طيب نشوف هسا في فقرة هاي الكلمات هون طبعا انت بعد ما تدرس هاي الفقرات تتأكد انك حافظ الكلمات حافظ الكلمات كتابة قواعد تتأكد انه القواعد مية بالمية هون عندي الوحدة التانية بتحكي عن وعن كلمات مهمات كيف استخدم الذات والهو والهوز والوير طبعا شرحناهم موجودين في البطاقة كيف بدك يعني ارجع لدرس الريلاتف الريلاتف وبروناونز هذول بنسميهم هذول الكلمات كثير مهمة الريلاتف وبروناونز بدك تتأكد انك انت حافظهم مية بالمية وبتعرف ما تستخدمهم كمبراتف وسبيرلاتف بترجع لدرس الكمبراتف وسبيرلاتف بتحول تقيس نفسك من ضمنها وهاي كانت الفقر المتوقع لامتحان الشهر التاني طبعا لو تنزل تحت في معاني كلمات مثل شو معناها مثلا بيرفك انتر اكت يفيشانتلي ريزاين هذول كل هم مهمين لوجو كيف بدك ترسم لوجو خطوات رسم اللوجو الشعار وهاي مراجعة للوحدة الوحدة التالتة كانت وهي الكلمات المهمة عليها وال التوقعات كيف بدنا نستخدم ونفرق بينهم كل مشروع عندكم بالبطاقة وكيف بدنا نستخدمهم في جمال تمام الآن الفقرة الأهم اللي هي والمتوقعة هي فقرة The Science Fiction Story Science Fiction Story هسا ناخد عنها بالتفصيل وناخد عليها امتحان متوقع وممكن كمان يجب لنا شوي عن ابن النفيس ممكن فقرة هيك الصغيرة يجب لنا عن ابن النفيس ممكن يجب لي في الكتابة اكتب لي مشرط تعبير يعني اعطيني وكتب لي انت تكون حافظه حسب انت اسأل الأستاذ هل ممكن تجب لنا ابليكيشن فورم اذا قال لك بدي ابليكيشن فورم تحاول تعمل نفس هذا ابليكيشن فورم تحاول انك تحل الكلمات هاي انك تصيغ اسئلة تمام بس طيب ان شاء الله انو الامور سهلة يعني معبدها يعني انك تصعب على حالك الامتحان ولكن انت كيف تقيس نفسك خلينا نشوف كيف تقيس نفسك باختبار متوقع فالاختبار المتوقع رح يكون عبارة معاك عن تقريبا ساعة بدي نحكي ساعة ساعة ونص فبدك تفهم اول شيء السؤال لازم اول ما تفوت الامتحان وتستلمي الورقة وتكتب اسمك وتسمي بالله تبلش بالاسئلة بدي افهم شو السؤال بيحكي اللي هو زي ما حكينا الصفحة الاولى بيكون فيها استيعاب قراءة نص قراءة طبعا بيكون جايب للفقرة للأسف معظم الطلاب ما بيكون دارس الفقرة قبل الامتحان بتلاقيه بيبلش يقرأ اللي في الفقرة يا زرام ليش تقرأ بالفقرة انت روح على الامتحان جاهز قارئها حافظها عارف عانيش بتحكي شو معانيها شو كلماتها شو اسئلة اسئلة اللي ممكن يحطها الاستاذ عليها انت لازم تكون حافظهم فانت لازم تروح على الامتحان مية بالمية في ناس بيضيعوا وقتهم بالامتحان هو بيقرأ لي فيها ما بيصير انك تضيع وقت الامتحان وانت بتقرأ فيها فانا بروح وين بروح على الاسئلة فورا خلينا نشوف السؤال الاول هاي السؤال الاول سؤال التاني السؤال التالت وهي السؤال الرابع عندي اربع اسئلة بدأ شوف السؤال الاول ايش بدو الالامنت انا دارس مثلا عناصر القصة الخيالية مروح مكتوبة تمام شو هنه هاي واحدة هاي تنتين النقطة هاي اللي هي تمام هاي اول نقطة بكتب الجواب اتنين هاي النقطة التانية نقطة الاولى النقطة التانية بدو الموجودة في عناصر القصة طبعا عندما اكون دارسهم وحافظ الفقرة ومتعلم كيف اعمل فبكتب من عند لناو بكتب من النجمة للنقطة ونفس الاشي الفقرة التاني تمام وروح على السؤال التاني عن ايش بتتحدث ما عن ماذا عن ماذا تتحدث خلينا نشوف عن ماذا تتحدث بطلع فوق بقول ماذا عن ماذا عن ماذا عن ماذا عن ماذا عن خلق كذا ثانية د wheels Diese se fir travail ومسر ر Espera هاي اللي هي السؤال الاول هي انها بتتعامل مع البدائل المحتملة لحياتنا الواقعية هاي science fiction يعني زي كأنه عن ماذا تحدث يعني شو معنى science fiction تمام فهذا بكون السؤال التالي السؤال التالت what did Jules Verne predict in his book from the earth to the moon أول إشي what did يعني عن إيش أو عن ماذا اللي هو Jules Verne ماذا تنبأ في كتابه عن إيش تنبأ في كتابه in from the earth to the moon بروح برجع على كتابه in from the earth to the moon طلب Jules Verne who wrote exciting adventure stories كان يكتب قصص عن مغامرات ممتعة including amazingly accurate predictions about future saints كان يقوم بتوقعات دقيقة عن المستقبل and from the earth to the moon and from the earth to the moon 10 years before the first moon landing he predicted that what did he predict وضعوا he predicted that السرحان would be weightless is space فباكتب منهون he predicted فباكمل in space اكمله. وهذا بكون السؤال الثالث. نفس السؤال اللي انا بحكي لكم عنه. نفس الصيغة تماما على ماذا يعود الضمير الذي تحته خط. ضميرة تحته خط ات. ات على مين تعود بالنص. وارجع على النص. بدي اعرف ات على مين تعود. انا بتوقع عن السينس فكشن. لانه حطينا خطوط. بطر تتبين. انا بتوقع عن السينس فكشن. نجي على الصبح اللي بعدها. نفس صيغة السؤال. استخرج من المص. كلمة بمعنى مكان والزمان. اللي هي السيتينج. او اللي بلوت. اللي هي بلوت. كوت اقتبس. في هذا السؤال بيحكي لي اقتبس. كوت اقتبس نفس الجملة. التي تقول. ما حدا بيعرف متى اول قصة اكتشفوها. فبرجع على النص. الان اقتبس. ونقول انا اقتبس ان نجي الان. اقتبس ان بيحكي. نقطب سيكتش. اقتبس ان بيحكي. اعطي ات الله.ك إذا ما نجي. هناك نقطب نقطب ان تخطي في الانها. ممكن نقطب هذه الجملة. لها انبقس ان بيحكي. نقطب ان نقطب. السؤال التاني على السريع شو كتب لي هون? يعني مفردات. والمفردات ده تكون عبارة عن توصيل. بده احاول اواصل حسب فهمي ودراستي. تمام? شوف السؤال اللي بعده كيف طريقة تحل الاسئلة. شوفوا توزيع الاسئلة. عالسريع شو بجيب لي بجيب لي املأ الفراغ. كليغز تانيك دكتور ريلايابل او اتقوين. this is my older brother sami. I can always count on him. he is so. مثلا بقول اما بسو بدها كلمة اما ريلايابل او اتقوين. I can always count on him. بعتمد عليه. بثق. اذا ريلايابل. طيب احمد loves meeting new people and can't still he is outgoing اجتماعي. بأنه بيقابل ناس اجداد. احمد loves meeting. طيب. my father wore with tonic with long sleeves. tonic. خالد ورس with the same colleagues. نفس الزملاء. ابن النفيس is one of the greatest doctors. اوكي. الان السؤال اللي بعده كتب لي كلمة grammar وصحيح الفعل. نفس الشيء بجيب لي الفعل بين قسين وبدأ اعرف كيف اعمل. فكلمة at the moment بتدلني انه هذا الزمن continuous. وبقول are watching. شوفوا كيف انا طريقة حلي. انه خلص عرفت كلمة at the moment انه هي بتدلني على اللي. طيب يسر dead دلتني على اشي بالماضي. عسر ايه بدي اقول هون dead. والفعل زي ما هو. بالماضي هيك بنصيغ السؤال. since معناته بدو perfect بحكي I have graduated بكمل and 13 years experts predict that they're people who refuse to their internet. refuse to use the internet. in 13 years in 13 years predict 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 and will be Tوقعات Hamid writes the mortar bike too fast he is going to have an accident ولا will an accident he is going to have هون انا بتستخدم will going to is going to have an accident طيب join these two sentences with I وهون بحكي لي بدك تضربط هاي الجملة مع هاي الجملة باستخدام who which the cat is sitting I like it everyday the cat is sitting near the fire بدي اشطب النقطة واكتب which the men الرجال are famous who و بدي اشطب كلمة day so that because نفس الشيء بدي استخدم كلمة هنا so that because he missed the job interview today هو فقد وظيفة ومقابلة العمل اليوم because he woke up late تسوى هون دكتور بيكوز حسب معنى الجملة لأنه هون السبب وقبل النتيجة هون فقد فقد يعني بكوز بيكون قبلها النتيجة وبعدها السبب او العكس so that she listened carefully to the teacher in class so that she can do well لذلك شو النتيجة النتيجة انها بإمكانها انها تصبب بالاختبار هون بدنا نستخدم who which who which والكلمات هاي بدنا نستخدمها حسب الفراغ اللي قابلها سكاي سي كرايبر جماد بدي أكتب which is there somewhere near here where بيحكي عن مكان سكاي سيمة he lives in latter that the young man whose briefcase ليش استخدمت who's لأنه عندي كلمة the man briefcase isim مع اسم هذا الحكي شرحنا المكان اللي ببيع فيه الآن هنا بدي أكتب الكلمات بدي أكتبهم حسب الكومبراتف و السوبراتف سمع كثيره هنا بتصير مريضا بدي أكتب هنا أكتب هنا أكتب وهكذا بتكملوهم حسب اللي أخذناهم هيك بنقول إن شاء الله ختمنا أو بكل مرات مثلا بيحكي لي اكتب رايتينغ آه في عندي سؤال قبل ما نخلص بس سريع بنكمل الرايتينغ الرايتينغ الكتابة بدينا نرتب الجمل وهذا السؤال ننسيت أحكي اللي هو رتب حتى نقدر نكون جملة صحيحة تمام؟ بتكونها حسب فهمك لهاي الفقرة طبعا بترتب حسب اللي هي مثلا والله فاعل بحطها بداية الجملة مثلا بحطها بعدها بعدها بحط الفعل بتصير في تجمعات العائلة طيب هون زي ما حكيت لكم الاختبار بيكون مثلا هون عندي كلمة وبيحكي لي نقصة حرفونا كل ليكس بدك تكمل الكلمات هاي حسب ما اخدتها وهيك يعطيكم العافية هيك بيكون خلصنا الكلمات التعبير يعودها الأستاذ حسب اتفاق الطلاب زي ما حكيت لكم مع الأستاذ بتمنى تجيبوا العلامة الكاملة معكم الأستاذ أحمد زياد ويعطيكم ألف عافية